آخر أخبارنا يعني لسه بنتكلم طبعا عن الكورونا ولكن هو خبر جريب شوي الفريق الألماني لكرة السلة تلكم باسكت بون أنهى عقد لعابه جوشيكو سايب بعد مشاركته في مظاهرة في مدينة برلين ضد القيود المفروضة حاليا لمواجهة فيروس كورونا سايبه وصديقته أليكساندرا فالاري لعبة الواتب الطويل انتقدوا القيود المفروضة في ألمانيا بسبب فيروس كورونا وده من خلال السوشيال ميديا وشاركه في يوم السبت اللي فات في مظاهرة كبيرة مناهضة لقيود في برلين ذكر كمان نادي تلكم باسكت بون أن دي خطوة جت لأن جوشيكو سايب قام بانتهاك متطلبات عقده الحالي كرياضي محترف وقال فولبو جراد بيدليتش المدير الفني لفريق تلكم باسكت بون أن قندية الدوري الألماني لكرة السلة بتعمل بدقة على مفهوم النظافة لعودة الجماهير في الموسم اللي جاي وعلى إرشادات السلامة المهنية الخاصة باللعبة وبالرغم من حرية التعبير في ألمانيا إلا أن هم الجمع عند قصة الكورونا دي ولقينا اللعبة ومدراربين بيخسروا بعض فهنشوف فكرة كمان يعني لنجده كمان من هذا الخبر أن عودة الجماهير ممكن تكون قريبة فيما يخص دوري كرة السلة زي ما المدرب بيتكلم أن هم حابين يعني يكونوا بيعملوا الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه لفكرة عودة الجماهير مرة تانية إلى مدرجات دوري كرة السلة في ألمانيا موسيقى